يا الله السلام عليكم حباب خيال عليكم ومساء الخيال عليكم مرحبا بكم في قناتكم رفع شاوي مرحبا بكم في فيديو جديد في حكاية جديدة اليوم جبت لكم حكاية زوز جزائريين حرقوا في الدمي لطروة واحد فيهم قاعد تائه في المطار لمدة ثلاث ايام يعني قصة مشوقة قصة مشوقة وعندما فيها شوية فيها شوية دراما وفيها شوية وفيها شوية ضحك جزبير تعجبكم هاد الحكاية لكن قبل ما ندخلوا في الحكاية حبيت نقول لكم بالمسابقة اللي درناها على انستغرام في خصوص الحواج اللي احترب حواج تانسا ورجاء الناس اللي مازالت ماشتركتش معانا بسك غضوة رح نديروا لايف هنا في القناة ونديروا تيراج وصول حتى نرى ما يكون 9 رابحين اذا لم تكن اشتركوا ونشتركوا هنا ادخلوا تجدوا هذا الموضوع او هنا ادخلوا هذا الموضوع اضعوا ايكا وضعوا اصحابكم ادخلوا ادخلوا الثالثة عشرين جنوي ثلاثة المهم اذا كنت جديد في القناة ادخلوا 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 هذه الحكاية من الشرق الجزائري من شرق الجزائري سامير يسكن في هذا الوصول اصحابه وجيران وكل الجوار اللي لباس عليهم اللي عندهم الاراضي عندهم الغنم عندهم عندهم كل شي بيان غير هو غير هو سامير اللي اموره تابعنا العيلة انتها وعيلة فقيرة من الله غالب عليه اموره فقيرة ولكن هو عنده تخمام عنده الفكرات ويخمموه التخمام جاهنمي اذاك الوقت كان في عمره 30 سنة كانت في عام 2003-2004 راح سامير اتصل بصاحبه محمد قال له محمد وش خميت نحربه من هنا فهم لدي ح Rei ومعرفة قال له مهم لدي حيث يوضعي لدي حقيق المليح لكن ونحن لدينا صور وعيد وانا قل له اخوة هل تحبت ان تذهب للتاريق لأوربا ألمانيا قل له كان محمد قال له اخوة لدينا صور ويبع غير necesitصبح يعزو زغيرة الحسابة يكiale وقت الطلاب المهم و الشوارد و الشعر و كتبه أقول لأن سامير يترك بين 3 يأي هذه القئة في مهارحة ما يقول سامير ؟ الخطة التي جاءت في رأسه خطة جهنمية هي أنه يدير الاسكال وهذا كل الوقت في حسابكم من 2004 كانت الناس في الاسكال كانت تخرج عادي يعني يجيكم في الحكاية المهم ما يقول سامير ؟ يروح يشري 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 ويشري يشري 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 وفي ذلك يجب أن يسعد يسعد ع East ومحمد قلت سامير قال فدع قالوا اقعد برق قالوا التخمام كل نيانا قالوا ورقة تيارة اللي شاريناها قالوا الفول اللي شاريناه الفول يروح من الجي لفرانكفورت يجدير وليس كال في فرانكفورت فرانكفورت فلاشين قالوا نهار الفلاني قالوا ويلبس بياه من هنا قالوا حط لحطة بياه ونقلعوا يا اخويا وصلوا نهارة الفول لبسوا برافنو داروا الريحة من ندوا معهم ساكادوا ساكادوا من نتافيتي تاكشون رايحين غيرها دا رايحين غيرها دا قالوا كاوما مايصار عناش مشكسة في بني ساكادوا في تفا وديجان كانت تلك الوقت كانوا يخرجوا نور مايصار يقودوا في المطارن بدك يلحق الوقت على الفول التحم يبدو يرجعوا يحكموا الفول التحم ابان مهم نحق نهار الفول حكموا الفول التحم نحق نهار الفول التحم فرانكفورت 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 خرجوا من الطيارة فرانكفورت ومنافقوا من الجانب فرانكفورت ماهار الجهت حانكفورت والمنافق وفرانكفورت و سامير كان خرج كان لراح ديجا خرج دي مارا راح ولا اخو رحلت وفي نص غاشي وملململم خرج مفهمش وش كاين من قاعد يستنى قاعد من تلموه مازال حتى ما خرج كشغول من باسك في المطار خالبات ومكاين المطار ومبعد لازم بشتنباركي لازم تفوت تفوت في الجزء الثاني تا المطار سيد قاعد في الجزء الثاني سامير وديجا كان خرج يبقى وش يديره وقاعد ما قلت لك حالتو مناسير ما راح للطوالات ولا مبعد يرجع مبعد يرجع بش نخرج وكيف كيف و hairsكتك تكتك تسمع فى محمد يسمع فى اسمه يسمع فى اسمه جاء معدى ودخدام قال له من نسمع فى اسمه معا ايط عليا راح له بسك ما يهدرش منبا ما يهدرم ما يهدر حتى لغة محمد يروح للخدام كيسمع اسمه يسمع فى اسمه ويتعاه وتشاف واحد معدى يخدام راح له ففي الباسبورت دي اول بي وقال له ايط عليا يخده هذاك سيد تكتقوا وادرن ينظر ان داعوا بيجي دي ماري اروح للاشين اراح اركب ووصلوا سيد ووصلوا هذك الخدام ووصلوا وان لازم ده مهم اراح اركب بتك هارا ركب دي مارا بكانش سامير مكانوش ايوه زحي محمد حار بقي غير يخمم مسكين كفشن ديالك مهم دي مارا ضربوا اذيكو ح الثمانيس وائع ولا باديش كده من ساعة فطيار انزل مهم خرج دالك خرج قد يدور قد يدور 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 ويحوس ثلاث ايام وهو غير يدور ثلاث ايام خرج خلاص خرج قد غير يدور 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 وما فهمش ما يلقى عرب ما يلقى ما يلقى واحد يشبه هذل عرب ثلاث ايام في حالة اصوار ما عندوش دور ولا ميزيرية حكمته الميزيرية يدور يدور واحد النهار يشتول لي يشاف واحد بان لك شغل الزين تاعنا بان له الزين تاعنا احنا رح اصدام له وقل له اخويا قدر عندو ادك قهم غرابي وقل له اخويا قل له يرحم والديك قال له اخويا قل له اني جيت من زاير قل له هوه وصراري او صرفي انا وصحبيه ومن هنا اجي انا بش نزعم بش نخرجوا فلالمان ومنا قال له اخويا يرحم والديك قال له المهم انا عبدو قدر ادخلني الى المطار بركو نروح الروح للزاير ربي عيش قال له المغرابي اه يا ابوهاني قال له انت كنت تخرج بره وقل له ما زلت فالمطار سيد ثلاثيام وذي اقسم بالله يا خوتي حكاية حقيقية قلوا 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 كنت اخوش برة تهبل سيد ثلاثيام هو يدور في مطار من تلمو جام يخرجوا في مطار كبير خلاص ايو اللي عاووا تدور هذا المحمد داها داك المغلاب يشافوا له منها مهم الداهل للسطنت العاجيني داروا له منها في منها وريزارفه ولوبيي ورجعوه للجزايا سامير سامير راح للغربة وغرب وذركه في عمره وذركه في عمره وحد الـ 55 سنة هذا سامير ومحمد راحهم ذي جوست اسامي مستعرة ما نقدرش نذكر اسامي تعالناس المهم سامير سامير ذاك كان خرج كان خرج في المانيا من المانيا راح لفرنسا وذركه راحهم سطاري في ايطاليا سيتو عمره وحد الـ 55 سنة مزوج عنده لوليدات ومنها ومحمد راحهم ما زالوا ما زالوا في الفيلاج نتاعه هذه هي كانت حكاية اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم اذا اذا برك يعجبوكم حكاية كم حكاية نحبكم تخليولي في الكومنتار وتقولولي يا رأيكم اذا يعجبوكم حكاية كم حكاية صافي كين حكاية تعناس كبار تعناس جاو غربة بك اللي نعرف بزاف ناس جاو غربة بك وعندهم حكاية بزاف ما كعادة كبار برك ما يحبوش يحكيو في الكاميرا اذا تحبو هما يحكيو لي حكايتهم وتحبو انا نعود قمارت عجيها معاكم خليوا لي في الكومنتار قولوا لي اسك هاد الفكرة ملاحة هكا دو طنزنطن نعود محكي لكم ساعة هكا حكاية تعناس هاجروا من هلا وان شاء الله رو في القريب ان شاء الله جاي قلت لكم بروغرام جديد خلاص راح بإبن الله راح ندير المقابلات نعجب لكم حكايات تع نساء طلعوا الاوروبا كيفاش طلعوا وكيفاش داروا كواغتهم انا نعجب لكم ثاني تع ناس طلعوا حراجة وخدموا كواغتهم وداروا بروجيات ونشحين في حياتهم نحب نبارتاجي معكم كل هذه الانواع مانيش حاب نقعد من فكاري زي غير على الحراجة حراجة لازم ننعتلكم حتى الحراجة اللي جاءوا حراجة وخدموا كواغتهم ورقلوا ورقلوا الوضعية تحم وداروا بروجيات ونجحوا في غربتهم هذا الثاني حبيت نبارتاجيهم معك بيش تكون عندكم فكرة عامة على الغربة باللي الغربة ما فيهاش غير الناس اللي تفشر وغير الناس اللي بتمرمت يعني يكون فيها حتى ناس اللي يراهم ناجحين في الغربة هذه هي ما تنسوش تخليوا لنا امتي لايك كومنتر تبارتاجيوا لفيديو مع صاحبكم اذا عجبتكم وتشتعقوا معنا في انستغرام وما تنسوش غدوا ل 20 جنوبي 2021 على الساعة الثالثة مساء على قناتي في اليوتيوب نديروا تراج وصور بش نشوفوا شكون يربح كونوا في النوع دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم